لا تنتهي في ليبيا معركة إلا أن يكون انتهاؤها إعداد لأخرى مرتقبة هكذا تجل الأمور منذ عدة سنوات هجوم جديد أعلنت عنه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس هجوم يهدف إلى السيطرة على العاصمة وإنهاء وجود حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج والمعترف بها دولية وكالهجوم السابق الذي شنه حفتر في نيسان الماضي أعلنت القوات المهاجمة عن إحرازها تقدما على عدة محاور بل إنها أعلنت سيطرتها على محور الرملة خلف المطار القديم جنوبي طرابلس وهو الأمر الذي نفته قوات الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق مؤكدة استمرارها في التصدي للعدوان على العاصمة بل وأسر عدد من مسلح قوات حفتر وبحسب مصادر عسكرية فإن خلافات نشبت بين قوات اللواء التاسع القادمة من ترهونة والمؤلفة في أغلبها من مقاتل النظام السابق وبين قيادات قوات حفتر بل وصل الأمر إلى قيام ميليشيات تابعة لللواء التاسع في ترهونة بترد كتيبة طارق بن زياد التابعة لحفتر من المدينة ويبدو أن تفاقم الخلافات والتصدعات داخل معسكر حفتر دفعه إلى الاعتماد على مقاتل قبائل الغرب والجنوب فضلا عن مئات من الميليشيات المرتزقة القادمين من السودان بعد تفاهم أنجزته دول إقليمية داعمة لحفتر مع نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان حميتي وبالنظر إلى تلك الخلافات المتصاعدة داخل معسكر حفتر وعلى الرغم من تصاعد الدعم المقدم للرجل عبر بعض الدول العربية والأوروبية فإنه لا يمكن التنبؤ بنتائج الهجوم الأخير على ترابلس لا سيما أن مقاتل حكومة الوفاق في العاصمة يبدون مقاومة قوية بلغت ذروتها مؤخرا باستعادتهم السيطرة على مدينة غريان التي كانت مقرا لغرفة عمليات حفتر ما يعني أن التطورات الميدانية خلال الأيام القادمة وحدها ستعلن المنتصر في معركة السيطرة على ترابلس الغرب